موسيقى أهلا بكم أحباء المشاهدين الكرام في كل مكان في العالم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم روح وحياة الكلام الذي يتكلم به ربنا يسوع المسيح كما قال هو شخصيا روح وحياة علشان كده عنوان العظم النهاردة ليكن فاصلا ليكن فاصلا أرجو أن نقرأ أحباء المشاهدين من كلمة الله الصالحة أعداد متفرقة من سفر التكوين سفر التكوين الأصح الأول والعدد الرابع يقول الكتاب ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة في الآية 6 وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه في الآية 7 فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد وكان كذلك في الآية 14 وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة وراء الله ذلك أنه حسن آمين ليكن فاصلا فكرة الله من البدء أن يكون هناك فاصلا في حياة المؤمن ليكن فاصلا من خلال الآيات السابقة ندرك أن الانفصال مبدأ إلهي فصل الله بين النور والظلمة فصل الله بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد فصل الله بين النهار والليل وأيضا فصل الله بين اليابسة والمياه كان ممكن ربنا يخلي اليابسة على المياه بس تخيلوا معي لو اليابسة والمياه مع بعض إلي ممكن يحصل أعتقد كانت الأرض ستغرق وتذوب وسط المياه لكن الله في حكمته فصل اليابسة عن المياه فصل الليل عن النهار فصل المياه التي تحت الجلد عن المياه التي فوق الجلد فصل النور عن الظلمة وبالتالي الانفصال مبدأ إلهي المؤمن لازم يعيش حياة الانفصال على الأرض على سبيل المثال يمكن أن نرى الانفصال في حياة إبراهيم في تكوين 12 الآيات 1 و 2 وقال الرب الأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة لاحظ عزيزي المشاهد الكريم بركات الانفصال المستقبلية في حياة إبراهيم عندما يقبل هذا الانفصال اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك إذا يا إبراهيم أنت قبلت مبدأ الانفصال أولا سأجعلك أمة عظيمة ثانيا أباركك ثالثا أعظم اسمك رابعا وتكون بركة إذن عزيزي المشاهد الكريم الانفصال له بركات اسمها بركات الانفصال قد لا تتمتع ببركات الانفصال الفوري لكن على المدى البعيد ستتمتع ببركات الانفصال مثلما تمتع بها إبراهيم ما حدث في حياة إبراهيم من انفصال بطريقة فردية حصل مع الشعب بطريقة جماعية فثانيا يمكن أن نرى الانفصال في حياة شعب الله ففي سفر اللويين أصح 23 الآيات 42 و43 يقول الكتاب في مظال تسكنون سبعة أيام كل الوطنيين في إسرائيل يسكنون في المظال لكي تعلم جميع أجيالكم أن في مظال أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتهم من أرض مصر أنا الرب إلهكم لاحظ التعبير أخرجتهم من أرض مصر إذن الله يريد أن يخرج شعبه من أرض مصر كان يمكن أن يقيم الله مع شعبه علاقة أثناء وجودهم في أرض مصر كان ممكن يستمر في هذا العلاقة مع وجود الشعب في أرض مصر لكن الرب قال لموسى أقول لفرعون اخرج شعبي ليعبدوني كانش ينفع يعبدوني في مصر لابد من حياة الانفصال أولا إذن انفصل شعب الله كأمة في 0-100 أصح 11 الآية 4 يقول الكتاب أخرجتهم من أرض مصر من كور الحديد قائلا اسمعوا صوتي واعملوا به حسب كل ما أمركم به فتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها بس الشرط أنكم تخرجوا من أرض مصر من كور الحديد وتسمعوا صوتي وتعملوا بحسب كل ما أمرتكم به نبي حسقيال أيضا بالإضافة الإرمية وموسى في 0-10 حسقيال قال في أصح 20 الآيات من 6 إلى 10 في ذلك اليوم رفعت لهم يدي لأخرجهم من أرض مصر إلى الأرض التي تجسستها لهم تفيد لابنا وعسلا هي فخر كل الأراضي وقلت لهم اطرحوا كل إنسان منكم أرجاس عينيه ولا تتنجسوا بأصنام مصر أنا الرب إلهكم فتمردوا علي ولم يريدوا أن يسمعوا لي ولم يطرح الإنسان منهم أرجاس عينيه ولم يتركوا أصنام مصر فقلت إني أسكب رجزي عليهم لأتم عليهم صختي في وسط أرض مصر لكن صنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين هم في وسطهم الذين عرفتهم نفسي أمام عيونهم بإخراجهم من أرض مصر فأخرجتهم من أرض مصر وأتيت بهم إلى البرية أعتقد واضح جدا الكلام أنه في عدة مناسبات يؤكد الكتاب المقدس أن شعب الله كان عليه أن يخرج من أرض مصر هنا نرى الانفصال في حياة شعب الله رأينا أولا الانفصال في حياة إبراهيم كفرد ورأينا البركات المستقبلية لهذا الانفصال ثانيا رأينا الانفصال في حياة شعب الله كأمة نبي الكذاب بلعام في نبوته قال شعب يسكن وحده قال كده في سفر العدد الصح 23 الآية 9 برغم أن بلعام نبي كذاب إلى أن الروح القدس أجبره أن ينطق بهذه الكلمات إني من رأس الصخور أراه ومن الآكام أبصره وذا شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب نا حياة الانفصال شعب يسكن وحده و أبين الشعوب لا يحسب المؤمن في العالم مثل سفينة في البحر سفينة في البحر بالزبط المؤمن في العالم السفينة في البحر ده وضع طبيعي لكن مياه البحر في السفينة ده مش الطبيعي ده الخطر ده الموت ده الهلاك إذن أنا في العالم أمر طبيعي الرب قال لست أسأل أن تأخذوا من العالم بل أن تحفظهم من الشرير إذن مؤمن في العالم وضع طبيعي لكن العالم في المؤمن وضع غير طبيعي ثالثا الانفصال في سفر عزرة سفر عزرة من الأصفار اللي اتكلمت كثير عن الانفصال في عزرة 6 الآية 20 يقول كتاب لأن الكهنة واللاويين تطهروا جميعا كانوا كلهم طهرين وذبحوا الفصح لجميع بني السبي ولإخواتهم الكهنة ولأنفسهم وأكله بني إسرائيل الراجعون من السبي مع جميع الذين انفصلوا إليهم من رجاسة أمم الأرض ليطلبوا الرب إلى إسرائيل عملوا الفصح مع هؤلاء الذين انفصلوا إليهم الله عايز الشعب يبقى منفصل عن العالم منفصل عن الأشرار منفصل عن مبادئهم منفصل عن أسالبهم المبادئ الفكرية والوسائل التنفيذية ده مش معناه زي ما هنشوف بعد شوية إن المؤمن ينعزل عن العالم لكن يبقى منفصل بغير انعزال مش مطلوب مننا نخرج من هذا العالم لكن مطلوب مننا ننفصل عن الشر اللي موجود في العالم أيضا في سفر عزراء صح تسعة الآيات واحد واثنين ولما كملت هذه تقدم إلى إلي رؤساء الرؤساء قائلين لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاويون من شعوب الأراضي حسب رجاساتهم من الكنعانيين والحثيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين والمؤبيين والمصريين والأموريين لأنهم اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم واختلطا الزرع المقدس بشعوب الأراضي وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة أولا الرب يصف إن الزواج بغير مؤمن خيانة إن الرب يصف إن الاشتراك مع الكنعانيين أو الحثيين والشعوب التي ذكرها هنا الانفصال معهم في أسلبهم ومبادئهم خيانة للرب والمطلوب أن ينفصل المؤمن رأينا حباء المشاهدين حتى الآن أن الرب يدعونا إلى حياة الانفصال حياة الانفصال 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 عن العالم بأشكاله ومبادئه وأسليبه رابعا الانفصال في سفر نحمية في سفر نحمية يخبرنا الكتاب أصح تسعة الآيات من واحد لثلاثة وفي اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر اجتمع بني إسرائيل بالصو وعليهم مسوح وطراب وانفصل نسل إسرائيل من جميع بني الغرباء ووقفوا واعترفوا بخطيائهم وذنوب أبائهم وأقاموا في مكانهم وقرأوا في سفر شريعة الرب إلههم ربع النهار وفي الربع الآخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب إلههم لاحظ الانفصال وانفصل نسل إسرائيل من جميع بني الغرباء ما زلت أركز على الكلمة انفصل لاحظ إن معظم رجال الله موسى وإرمية وحسقيال وعزرة والأن حمية بيركز جدا أن يعيش الإنسان المؤمن في حالة من الانفصال وباقي الشعب والكهنة واللويين البوابين والمغنيين النثنين كل النوعيات شوف حضراتكم بيقول الكتاب باقي الشعب ومنهم الكهنة واللويين والبوابين والمغنين والنثنين وكل الذين انفصلوا من شعوب الأراضي إلى شريعة الله الانفصال لي جزئين من إلى من الناحية السلبية انفصل من العالم من الناحية الإيجابية انفصل إلى إلى شريعة إلى شريعة الله خامسا الانفصال في حياة الكنيسة في العهد الجديد أيضا الرب عايز الكنيسة تبقى في العالم لكن مش عايز العالم يبقى داخل الكنيسة عايز الكنيسة تبقى شاهدة للعالم لكنها في ذات الوقت مختلفة عن العالم متميزة عن العالم في يحنى 17 الآيات الشهيرة اللي قالها الرب له المجد في الآيات من 14 إلى 16 قال أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم له المجد قال أنا مش عايزهم يخرجوا من العالم بس أنا عايزهم ينفصلوا عن العالم أكرر مرة أخرى كلمات الرب له المجد في يحنى 17 أنا لست من العالم حقيقة لست أسأل أن تأخذهم من العالم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم المسيح لم يكن من هذا العالم والكنيسة لم تكن من هذا العالم الرب قال لست أسأل أن تأخذه من العالم بل أن تحفظه من الشرير بالإضافة لهذه الأقوال التي نطق بها ربنا يسوع له المجد في محنة 17 في كرونسوس الثانية 6 الكلمات الشهيرة اللي قالها بوليس في كرونسوس الثانية 6.14 إلى 18 لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين لأنه أي خلطة للبر والإث وأي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بلعال وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان فإنكم أنتم هيكل الله الحي كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب وَلَا تَمَسُّوا نَجِسًا فَأَقْبَلَكُمْ وَأَكُونُ لَكُمْ أَبًا وَأَنْتُمْ تَكُونُونَ لِي بَنِينَ وَبَنَاتِ يقول الرب القادر على كل شيء أعتقد واضح جدا كلمات الرسول بوليس هنا والتي تحوض وتحرّض على حياة الانفصال الانفصال ده مش أمر اختياري الانفصال وصية كتابية فكرة الله منذ الأذل أن يعيش المؤمن منفاصلا على العالم لما بيقول الرب أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح متى يفسد الملح يفسد الملح إذا اختلط بالطراب إذا اختلط بالطراب يفسد الملح عزيز المشاهد الكريم إن حياتك المتشابهة بهذا العالم لا تشاكلوا أي لا تشابهوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم إن الأمر يحتاج إلى حياة فيها اختلاف حياة فيها تميز حياة مختلفة عن العالم أيضا عزيز المشاهد الكريم نشوف إن الرب يسوع المسيح نفسه عاش حياة الانفصال في عبرانين سبعة ستة وعشرين مكتوب عنه لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاط وصار أعلى من السماوات الرب له كل المجد انفصل عن الخطاط وصار أعلى من السماوات مبارك اسم الرب إلى الأبد هو عاش محب للخطاط لكن منفصل عن أعمالهم دا ما فيش أي تناقض بين محبة الأشرار وبين الانفصال عنهم علينا أن نحب الخاطئ لكن لا نشترك في أعماله غير المثمرة بل بالحري يقول الكتاب وبخوها لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها في فرق كبير عزائل المشاهدين بين الانفصال والانعزال ما قالش الكتاب ان احنا نسيب العالم ما قالش الكتاب ان احنا نخرج من هذا العالم لكن قالوا انتم في العالم عيشوا مختلفين عيشوا منفصلين عيشوا مميزين عن العالم في كرونسس الأولى خمسة الآية تسعة وعشرة عالج الرسول بوليس قضية همة جدا وهي الفارق بين الانفصال والانعزال فقال كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخلطوا الزنات وليس مطلقا زنات هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان وإلا فليلزمكم أن تخرجوا من العالم رب ما قالش ان احنا ننفصل عن الناس الأشرار ما نتعاملش معاهم ومنتعامل معاهم لكن ننفصل عن المؤمنين للأسف اللي بيعيشوا حياة الشر يعني لو قدامك مؤمن يعيش حياة الشر وخاطي يعيش حياة الشر عليك أن تحب الخاطي وتنفصل عن هذا المؤمن الذي يفعل الشر وده كلام واضح جدا الرسول بوليس ما قالش ننعزل لكن قال ننفصل نعم للانفصال ولا للنعزل لو ما انفصلناش يحصل ايه؟ الخطورة اللي ممكن تحصل لو المؤمن لم ينفصل الخطر الاول هيبقى زي لوت لوت في تكوين 19 لم ينفصل اختار لوت لنفسه عاش في سدوم وعمور النتيجة فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض ونظرت امرأته من وراءه فصارت عمود ملح ايضا دينا دينا ابنة يعقوب دينا خرجت دينا علشان تنظر بنات الأرض يا كان يجب ان تعيش دينا حياة الانفصال لكنها لم تعيش حياة الانفصال لكن ذهبت خرجت لتنظر بنات الأرض فرآها شكيم ابن حمور الحوي رئيس الأرض واخذها وضج معها وضجع معها وأذلها أذلها ايه السبب؟ السبب انها كانت في حياة عدم الانفصال خرجت لتنظر بنات الأرض خيرا احبائي شمشون شمشون النذير الذي كان يجب ان يعيش حياة الانفصال نراه نائما على ركبتي دليلة للأسف النذير عاش مع الأشرار نذير في عالم شرير يقول الكتاب وقالت دليلة للفلسطينيين وقالت الفلسطينيون عليك يا شمشون فانتبه من نومه وقال أخرجوا حسب كل مرة وأنطفض ولم يعلم أن الرب قد فارقه فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة وأوثقوه بسلاسل نحاس وكان يطحن في بيت السجن للأسف الشديد المؤمن على فكرة لوط ودينة وشمشون أمثلة لمؤمنين لكن للأسف لم ينفصلوا فعاشوا حياة فيها تعاسة فيها شقاء حباء المشاهدين قدامنا أمثلة مختلفة قدامنا إبراهيم منفصل قدامنا موسى لما كان فيه أرض مصر يقول عنه الكتاب كان مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت بالخطية حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر موسى انفصل إبراهيم انفصل عن الأشرار يوسف عاش حياة الانفصال عن الشر في بيت فتفار عزرة ونحمية قادوا الشعب لحياة فيها انفصال النبي إرمية والنبي حسقيال حردوا المؤمنين على حياة الانفصال الرب يسوع المسيح عاش محبا للخطاط لكن منفصلا عنهم أيضا عزيز المشاهد الكريم في خطورة لعدم الانفصال شفنا لوط شفنا دينا شفنا شمشون اللي عاشوا حياة ما فيهاش انفصال عزيز المشاهد الكريم واحد يقول لي طب أعمل إيه أنا من الناحية التطبيقية لهذا العزة دينا سمعنا كلام كتير وآيات كتير وأفكار كثيرة عن الانفصال ماذا يعني الانفصال؟ يعني عندما تفكر في اختيار شريك الحياة دائرة الاختيار تبقى دائرة المؤمنين فقط وبالتالي كل العالم تنفصل عن هذا العالم وتاخد دائرة الاختيار فقط من دائرة المؤمنين لما تيجي تعمل أفراح وعرس برضو الحضور الى أفراح معاك دائرة المؤمنين كيف نعبر عن فرحنا هل مثلما يعبر أهل العالم بالرقص والله والشرب لا نحن نعبر بطريقة مختلفة نفرح لكن بشكل مختلف حتى لو حزننا يقول الكتاب لا تحزنوا كالبقين ما قالش كتاب ما نحزنش لكن عندما نعبر عن هذا الحزن لا نحزن كالبقين الذين لا رجاء لهم البقين عندهم حزن بلا رجاء حزن ينشئ موت أما المؤمن لو حد رقد له من أقاربه من أحباء ومن ذويه عنده حزن مصحوب بالرجاء عنده حزن مصحوب بالأمل لا نحزن كالبقين الذين لا رجاء لهم حبائي يعمل البعض نهار وليلا ويعمل حتى في يوم الرب يوم الأحد لكن المؤمن عليه أن ينفصل في مضمور واحد يقول لنا أن المؤمن المنفصل يعيش حياة مختلفة طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاط لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في نموس الرب بمسرته وفي نموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يزبل علشان كده أحرطكم أحباء المشاهدين على حياة الانفصال وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة من برنامج روح وحياة الرب معكم اشتركوا في القناة